اشتركوا في القناة والشكر لقناة حلب اليوم التي استضافتني في هذه اللحظات لأقدم إليكم هذه الكليمات أيها الإخوة الأحبة يا أبناء حلب الشهباء حلب الشهداء يا أبناء الجيش الحر يا أبناء الكتائب المجاهدة المقاومة للطغيان وللفساد والمفسدين أيها الكتائب أيها المقاتلون أيها المجاهدون أيها الشعب العظيم الشعب الذي تحمل ما لا تتحمله الجبال الراسيات أيها الإخوة الأحبة حديثي إليكم اليوم هو حديث القلب للقلب والحبيب للحبيب فعلى الرغم من مغادرة حلب قسرا منذ سلسي قرن 33 سنة ومع ذلك ما غابت عني حلب ما غابت عني قلعتها ما غابت عني المدارس والثانويات التي درست فيها الأرض المقدسة ثانوية فلسطين ثانوية هنانو ثانوية الكواكب ثانوية الصناعة ثانوية التجارة للبنات وغيرها وغيرها من المدارس الخاصة والرسمية أذكرها أذكر مدينتي أذكر حاراتها أذكر أحياءها أذكر سوقها أسواقها ملاعبها أشجارها أذكر السبيل أذكر الحديقة العامة أذكر مساجدها المسجد الجامع الأموي الكبير مسجد سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام أذكر ما أذكر من حلب ولا يكاد يخفى عني شيء من حلب أعلمه أولادي وحفدتي وحفيداتي والعينان مغرورقتان بالدموع والصوت متهدج وأنا أرى أجمل مدينة أعرق مدينة أروع مدينة أحب مدينة إلى قلبي أنا أرى حلب وهي تهدم وشبابها يقتلون وحرائرها وأطفالها نساؤها ورجالها ما هذا الذي جرى لك يا حلب يا حلب الشهداء يا حلب الشهباء أيها الإخوة الأحبة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه دستورنا العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أيها الإخوة الأحبة الوحدة ضرورية هي ضرورة شرعية وهي ضرورة أيضا من أجل أي فتح أو أي نصر أو أي نهوض حضاري ولذلك عندما نؤتى من قبل الوحدة عندما نرى تفرق بعض الناس عندما نرى بعض السلبيات في حيات المقاتلين المجاهدين وما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك وما ينبغي لهم أن يتخلقوا بغير أخلاق الجهاد والمجاهدين حتى يكونوا ربانيين وحتى يتنزل عليهم نصر الله المبين أيها الإخوة الأحبة نحن نعلم وأنتم تعلمون أن الطاغية أفرج عن ستين ألف مجرم كانوا يقبعون في السجون أخرجهم إلى حلب وأعطاهم السلاح والأموال وجعلهم من شبيحته ومن ميليشياته المجرمة وهؤلاء لا أشك في ذلك لحظة واحدة هم الذين يقومون بالسرقات هم الذين يفعلون ما يفعلون من موبقات وحاشى مجاهدا واحدا من الكتائب المسلحة أو من أفراد الجيش الحر أن يفعل شيئا من ذلك ولذلك أخاطبكم يا شعب حلب يا أهلنا في حلب لا تنتظروا من هؤلاء المجرمين إلا ما يفعلونه لا تنتظروا من هؤلاء الشبيحة إلا ما يفعلونه لا تنتظروا من الجيش الحر ومن الكتائب المسلحة إلا كل خير هؤلاء الذين خرجوا في سبيل الله ومن أجل قضية عظيمة هي قضية الوطن هي قضية العقيدة قضية الدين قضية الشعب المظلوم الشعب المسحوق منذ أربعين عاما بل سنة أيها الإخوة والأحبة هؤلاء وضعوا أرواحهم على أكفهم وأسالوا دماءهم أنهارا من أجلكم من أجل سعادتكم من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم من أجل سورية الموحدة هؤلاء ما ينبغي لهم إلا أن يكونوا الشهداء على الناس إلا أن يكونوا شهداء وأن يكونوا مجاهدين ولذلك أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم ألا تنتبهوا إلى هذه الإشاعات التي يطلقها الفاسدون المفسدون من أزلام النظام أيها الإخوة والأحبة النفس البشرية نفس ضعيفة وتنتابها أمراض نفسية والأمراض النفسية أشد فتكا بالإنسان من الأمراض الجسدية من هذه الأمراض التي لا ينبغي للإنسان المسلم للإنسان الأخلاقي للإنسان المجاهد أن تكون فيه هناك داء الحسد هناك داء الأحقاد وخاصة الأحقاد التاريخية هناك الغيبة النميمة التنافس غير البريء هناك أمراض وهناك ضعف ينتاب هذا الإنسان فإذا رأيتم واحدا قد تشبست به أمراضه النفسية وظهرت سلوكا على الأرض فخزوا على يديه افضحوه أمام الأشهاد لا تتستر عليه ولو كان من كان أيها الإخوة الأحبة مستقبل الوطن مستقبل سوريا أكبر من كل كبير أكبر من كل شخص كائنا من كان هذا الشخص ولذلك لا تدعوا هؤلاء فيفسدوا بينكم ويقطعوا أرحامكم إنهم وهم من أزلام النظام إنهم يفعلون ما يفعلون بتخطيط خبيث من نظام خسيس إنهم ينشرون بينكم الرزيلة ويزعمون أن النظام أن النظام بريء منها وأن الشبيحة براء منها والله لم يفعلها إلا هم إلا النظام إلا شبيحته إلا ميليشياته إلا قطعانه أما أبناء الشعب أما أبناء الجيش الحر أما أبناء الكتائب المسلحة فهؤلاء ما كان لهم وما ينبغي أن يكون لهم مثل هذا الفعل ذلك الفعل عمل غير صالح وسورتكم سورة ربانية وهذه السورة الربانية تتجنب المعاصي تتجنب الموبقات ولذلك أيها الإخوة الأحبة اضربوا على أيدي هؤلاء وإذا رأيتم إنسانا بسيطا يقوم بمثل هذه الأعمال ينم يغتاب فانصحوه ثم أبعدوه عن صفوفكم إذا لم ينتصح أيها الإخوة الأحبة الفرقة شيء شديد في حياة الإنسان المسلم ولا يستطيع مجتمع مهما كان ذلك المجتمع قويا لا يمكن له أن ينتصر لا يمكن له أن ينهض إذا كانت إذا كان مجرد شيع وأحزاب متخاصمة متقاتلة فيما بينها الخلاف أيها الإخوة هو الحالقة هو الحالقة هو الحالقة الخلاف الآن عندما ننظر إلى بعض الناس نرهم قد فقدوا السقة بالقادة لماذا نرهم قد فقدوا السقة ببعض مشايخهم ببعض العلماء لماذا السبب في كل هذا ما يرونه من أولئك المشايخ من أولئك العلماء من أولئك الدعاة من خلاف ولذلك الخلاف مهلك يعني أنا عندي أولاد أريد أن أرسلهم إلى الكتائب المسلحة كيف كيف أسق بهذه الكتائب عندما أعلم علم اليقين أنهم يتشاجرون فيما بينهم يختلفون فيما بينهم هذا يتكلم عن زاق وزاق يتكلم عن هذا طبعا مثل هذه الفصيلة أو الفصائل لا يمكن لها في يوم من الأيام أن تنتصر على عدوها عدوكم أيها الناس هو واحد هو هذا النظام الملعون هو ورموزه وشبيحته وأعوانه الداخليون والخارجيون وحلفائه وحلفائه أيها الإخوة الأحبة قلنا إن الخلافة حالقة تحلق الدين تحلق وحدة الصف تمزق المجتمع تمحو السقة بين القائد والمقود بين الحاكم والمحكوم لذلك أيها الإخوة الأحبة أدعوكم وألح عليكم أن تبتعدوا عن الخلاف وأن تبتعدوا عن شيء آخر أيضا هو من المهالك التي نزلت بالمسلمين في سابق الزمان أذكر لكم من هذه ما تعرفون من أمر الرماه الذين كانوا في غزوة أحد فلو أن أولئك الرماه رضي الله تعالى عنهم وغفر لنا ولهم لو أنهم سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول القائد ولو أنهم التزموا بتعليماته ولم ينزلوا من أجل الغنائم لما نزل بالمسلمين ما نزل ولما فقدنا سبعين شهيدا من الصحابة الكرام وهناك أيها الإخوة الأحبة أمرا آخر أريد أن أذكركم به يتعلق في هذا المجال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه كان من المجاهدين من الصحابة المجاهدين وكان زعيم قومه زعيم قبيلته انتدبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحرب الفرس المجوس في العراق قال وما لي يا أمير المؤمنين قال لك ربع الغنائم فذهب جرير وقاتله وقبيلته قتال الأبطال واستطاعوا أن يحققوا نصرا عظيما وعندما جمعت الغنائم كانت هائلة فقال للقائد قال له أنا لربع هذه الغنائم قال كيف يكون ذلك قال أنا اتفقت مع أمير المؤمنين عمر فأرسل القائد إلى سيدنا عمر وأجاب عمر صدق جرير وقول له إن كنت غزوت من أجل الغنائم فاخذ ربعك وإن كنت خرجت تقاتل في سبيل الله فأنت واحد من المسلمين وعندما قرأ القائد الرسالة على جرير قال جرير صدق عمر صدق أمير المؤمنين أنا ما خرجت إلا في سبيل الله وأنا لست إلا واحدا من هؤلاء المسلمين وأخذ نصيبه من الغنائم كما أخذ أي مقاتل في جيش المسلمين أرأيتم 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 يا جيشنا يا جيشنا أنت الذي ستكون جيشنا الوطني أنت الذي ستكون جيشنا الذي سوف يدافع عنا يدافع عن أعراضنا عن أموالنا عن حدودنا عن حياتنا أرأيت لم يخرج إلا لله وفي سبيل الله ولذلك وهو قائد عظيم جرير بن عبد الله وهو قائد عظيم رضي أن تكون حصته من الغنائم كحصة سائر المسلمين وهناك مثال آخر مؤلم وهو ما يسمى ببلاط الشهداء عندما انتصر المسلمون على الأوربيين وفي تلك المعركة التي سميت معركة بلاط الشهداء وكانت لهم غنائم هائلة فترك كثير منهم القتال وانتبهوا للغنائم وحملوا هذه الغنائم على أفراسهم وحملوها هم أيضا على أكتافهم وعندئذن عندما رأى أعداؤهم ما فعلوا ارتد عليهم وزبحهم عن بكرة أبيهم لذلك أيها الإخوة الأحبة أنتم تقاتلون عدوا واحدا يقول الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وكان شيخنا وأستاذنا المفكر الكبير محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى وهو خال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى كان يقول لنا فتشوا في التاريخ وفتشوا عن أسباب الكوارث التي نزلت بالمسلمين فسوف ترون وراءها ومسببيها اليهود أو المجوس أو كليهما وها نحن الآن في ثورتنا المباركة هذه نرى اليهود والمجوس هم الذين يقفون إلى جانب طاغية سوريا وهذا ما يجعلنا ننتبه لعدونا فعدونا ليس ذلك الطاغية التي لا نعرف مكانه في دمشق أو في البحر أو في أي مكان لا نذري عدونا هو ذلك وهو حزب الله وهو أولئك الذين يأتون من العراق والذين يأتون من الحرس السوري من إيران بالإضافة إلى أولئك الذين يتعيشون على الاتجار بالسلاح والمخدرات والدعارة أعني الروس أيها الإخوة الأحبة أيها الحلبيون أيها الشباب يا أصحاب المرؤة كونوا يداً واحدة كونوا كلمة واحدة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرشوس كونوا لله خرجتم لله ومن أجل قضيتكم فتابعوا مسيرتكم وكونوا مع ربكم ومع قضيتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أطفال عم بتموت ونساء في الشوارع تصرخ وبقى على صوت مين اللي فيكم سامع 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 عم يتبحوا أولادي عم يتبحوا أولادي سوريا بلادي سوريا بلادي يا رب احميها انصر أهاليها حتى يعم السلام بحر وشواطيها بحر وشواطيها سوريا حرية سوريا بلادي سوريا حرية سوريا بلادي سوريا حرية سوريا بلادي سوريا حرية 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 سوريا حرية